من واقع نعيشه كل يوم وحوادث الغاز التي تتكرر كل يوم أو كل أسبوع في أنحاء مختلفة من البلاد نسمع صدى أصوات ضحايا جدد لانفجار استوانة الغاز المنزلي الذي كان آخرها الأسرة التي ذهب معظمهم في إب ضحية لتسرب الغاز وهلم جر من هنا فكر ونفذ هذا الشبل الصغير الواعد الذي كبر قبل أوانه وشعر بحجم المسؤولية رغم كونه لم يتعد السادسة عشرة من عمره إلا أن إبداعه تخط الكثيرين ممن يفوقونه عمرا ذاك هو إبراهيم الأهدل الفتى النابغة الذي قام باختراع جهاز صغير لكشف تسرب الغاز المنزلي بأدوات بسيطة وذكية اختراع جهازي وهو كاشف تسرب الغاز يقوم باكتشاف تسرب الغاز ويرسل رسائل GSM إلى الهاتف ويقوم بتغليق استوانة الغاز أكترونيا كما أنه لديه جهاز تتبق GPS لتحديد المواقع في أي مصناع كبير يمكن أن أحدد لك أين الخلال وفأي مكان وفأي ساعة كما أنه مزود بذد الماء هذه البردة ضد الماء لا يتأثر إذا يوصل إليها الماء كما أنه مصنوء من أشياء خفيفة وماديا قليلة يعني لا يوصل قيمتها إلى 50 دولار 60 دولار المبدأ الصغير المبتكر الذي صنع جهاز كشف تسرب الغاز لمنع الحوادث لمنع الكوارث الذي تمر بها البلاد من بين حين وآخر إلا نسمى انفجار استوانة غاز من محطة غاز قاطرة غاز هذا الجهاز سيحمي المجتمع اليمني من عدة كوارث ومن عدة حوادث سواء كان في القاطرات سواء كان في المحطات سواء كان في منازل البيوت سواء كان في الاستوانات العاطلة الناطلة التي تشتغل بها معظم البيوت قدم إبراهيم اختراعه لوزارة الصناعة ليحصل على براءة اختراع فجهازه صغير وذكي ومميز وذو فعالية كبيرة يمكنه أن يجنب اليمنيين ما يقارب 70% من حوادث تسرب الغاز المنزلي هذا الاختراع يمنع الكثير من الحوادث مثل انفجار استوانة الغاز أول حريك الناتج عن البترول أو أسأل الغاز طبعا هذا الجهاز ليس للغاز فقط انما يتحسس الغاز ويتحسس الدخان الخارج عن حريك وهو ثاني أكسيد الكربون أو أي غاز ينتج عنه نار وطبعا هذا الجهاز مطور طبعا أكثر مرة كان نعتبره مشاغب في بداية الدراسة يعني كان يهرب أكثر مرة على أساس يعني كان يفكفك أشياء في البيت زي الغسالة زي أشياء يعني شي صلحة فكانوا يعتبروا هذه مشاغبة منه طبعا تفاجأنا في الفترة الأخيرة هذه لما أعلنوا تقريبا قبل 6 أشهر أو شيء في القناة لما شفت الجهاز طبعا شفت أكثر مرة هو يركبه فكانت الفكرة يعني أنا ما كنتش يعني مستعوب أنها يعني حطتطبك كي نقول يعني الجهاز تكشف الحرائق والغاز تسرب الغاز في البيوت وأشياء زي كذا فأنا حسيت أنها كانت يعني أكبر من عمره يعني شوية وكان يعني عايشة الوهم وكذا فاتفاجأت يوم اخترع لنا الجهاز طبعا عد كان يعني كذا حجم أصغر أتفاجأت يعني عندما طبق وشغلوا في البيت فكان ما شاء الله يعني أشتغل فكنا نحنا في البيت أساسا إحنا أهلهم ما كناش يعني متوقعين ذا الشيء بس الولد يعني ما شاء الله عليه يعني يعني نحاول إحنا مثلا يعني كشعبي أميني أو كمثلا المنظمة الدائمة أو التجار بشكل عام مثلا أن يدعموا هذه المشاريع الصغيرة يعني أنا ما أعتقد على ما سواه يعني كان قطع كلها يعني قطع تشليح يعني ما تكلفتش تقريبا عنده يمكن يمكن خمسة ألف ريال طبعا أنا أشكر أساد الثذي التي علموني ومن هما لأساد فهيم ومن هما لأساد خالدة الحاوري ومن هما لأساد عزي وعبد الله وليس آخرا أستاذ مدير المدرسة الأستاذ هلال الحداء على دعمهم الكبير جنبي وعمومي الذي وقفوا جنبي من أول ما بدأت أخترع هذا الاختراع حتى إن شاء الله لما أكمل صنعه وأكمل إنتاجه عمومي الذي وقفوا جنبي أنا أشكرهم جميعا يطمح هذا الفتى إلى تقديم المزيد والمزيد من الاختراعات التي من الممكن أن تكون نافعة ونافعة جدا لأبناء بلده ولشرائح الأكثر تضررا من الأوضاع في اليمن ليحل هذا الشاب مشاكل عدة إذا ما قوبلت أفكاره بالدعم والمساندة والجدية اشتركوا في القناة